ما يوم من العام 2014 رفضت ميليشيات الحوثي تسليم السلاح الثقيل المنهوب من معسكرات الدولة الواقع في إطار ما كانت تسمى بالمنطقة العسكرية الشمالية رفض الحوثيون تسليمه برغم موافقتهم وتأييدهم الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نص صراحة على عودة صعدة إلى حاضنة الدولة وتسليم السلاح الثقيل ذهبت اللجنة الرئاسية إلى عبد الملك الحوثي وفي ذات الوقت الذي كانت ترحب فيه الميليشيات صوريا بأعضاء اللجنة كان ناطق ميليشيات الحوثي يعلن بأنه من الصعب تسليم السلاح الثقيل متحججا بأن الدولة اليمنية حينها تمر بأضعف حالتها وقد خرج بهذا الكلام في بيان صحفي منتصف العام 2014 استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على سلاح الدولة الثقيل أثر سلبيا على السلام في اليمن وأدخل البلاد برمتها في حرب وبمشاركة خارجية حاول الجميع أن يحتوي المسألة بجهود ووساطات عدة عربية ودولية لكن القرار الإيراني كان مفروضا على يمنيين أبوا إلا أن يقبضوا سلام بلادهم ويتحارفوا مع الشيطان استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على سلاح الدولة وعدم قبول الميليشيات الحديث عن هذه الجزئية إلى اليوم في المفاوضات الدولية والمبادرات والسبل الحل هو من يعقد من مسألة السلام في اليمن ويعيد كل الوساطات الأممية من حيث أتت دونما نتائج ويطيل أمد الحرب كما أن تهريب إيران للأسلحة عبر السواحل اليمنية وأجزاء من المناطق المحررة الشرقية والتحالف البعض الخفي مع الميليشيات سبب آخر في تعقيد الأزمة هذا ويرى السياسيون أن من الواجب على المجتمع الدولي أن نظر إلى هذه القضية كمشكلة دولية تهدد الأمن والسلام المحلي الإقليمي والدولي بشكل عام وإيقافها كذا صفقات وإلزام الميليشيات بتسليم سلاح الدولة ولن يكون ذلك إلا بتحرك عسكري جاد ومسؤول لتخليص الشعب من حكم الميليشيات التي لا تؤمن سوى بسلطتها القمحية ترجمة نانسي قنقر